اشتركوا في القناة شكرا الشكر لكل من سأل عن الحالة الصحية لساشا الآن في وضع جيد والأمور تحت السيطرة أكدت صحيفة كارشو ميركاتو لإيطاليا أن كل من فريقي روما وتورينو ويرغبان في تعاقد مع الدولي المغربي أشرف الزعر الممارس حاليا بنادي نيوكاسل يونايتل إيجليزي لكورتي القدم خلال مرحلة الانتقالات الشتوية المقبلة وأفادت صحيفة نفسها أن كل من روما وتورينو يشهدان في إغراء اللاعب المغربي للتعاقد معه أو على الأقل استعارته في الميركاتو القادم قال مصطفى أزروال مدير الرياضة تتابع للوزارة الشباب والرياضة إن الأبطال المغاربة الذين مثلوا المغرب في منافسات البرولمبيا بالبرازيل وتمكنوا من حظ العديد من الميدانيات توصلوا بكل مستحقاتهم المادية كما أنهم يواجهون أي مشكلة مع الوزارة الوصية وفاد أزروال في تصريح الحصري لشوفسبور أن الوزارة منحت كل المستحقات المالية المتعلقة بالرواتب الشهرية ومنحة التأهول للبرولمبياة البرازيل إضافة إلى منحة أخرى متعلقة بالاستحقاقات والنتائج التي حققها في المنافسة مشيرا للأبطال يطالبون بالتوظيف المباشر الشيء الذي لا يمكن توفره لأنه خارج عن إطار الوزارة أكدت مصادر داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من المباراة الودي أمام الفراعنة لا أسس لها من الصحة موضحة أننا سماصرة كرة القدم بمصر يسعون إلى ترويج مثل هذه الأخبار لمفاوضة الجامعة وأكدت مصادرنا أن المنتخب المغربي سيخوض معسكرا تدريبيا بمدينة العينة الإماراتية في الفترة ما بين السادس والعشرين دجمبير إلى حين انطلاق منافسات كأس إفريقيا 2017 موضحة أنه نفس البرنامج الذي خاضه المدرب الفرنسي رينار مع منتخب زامبيا والكوديفور الذي حقق معهم لقب كأس إفريقيا بهذا المشاهدين وصلنا إلى الهيئة الموجز نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء